سلام واحترام يا سيدة يا كرام مرحبا بكم في قناتي شكرا لكم انكم اعتطوني من وقتكم ودخلتوا باش تتفرجوا في الفيديو ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله تلقوا الاضافة والافادة ونصيحة من الروح للروح ديما وكما العادة في اول الفيديو نحب نشكركم ونقولكم ربي يوفقكم وربي يعطيكم ما تتمنوا شكرا على دعمكم لي ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم اليوم جيتكم بجديد كما كل فيديو جديد اليوم الخضار الخضار من وطن القبلي هكا حبيت نشارك معاكم فطوري تفرجوا في الفيديو خطوة بخطوة وان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل عسلامة مرحبا بكم الناس الكل انا فرح احمد اذا كنتوا اول مرة تفرجوا في القناة ما تنسوش بش تشتركوا وتفعلوا جرس بش يسويكم كل جديد اليوم وكما كل فيديو جديد نجيكم بوصفة جديدة فكرة جديدة وانصيحة من الروح للروح وفكرتنا لليوم او وصفتنا هي مرقة خضار الطبيخة وتحية للجريدية كلها يعرفوها باسم الطبيخة اه تفرجوا في الفيديو خطوة بخطوة زادة بش نوريكم تنظيمي او ترتيبي للخضار افكار هكا وشوية البرتقال اللي كنت خضيتهم في الفيديو السابق من الوطن القبلي وتحية للوطن القبلي اهلي وطن القبلي ان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل وتوا يا لبنات نبدو على بركة الله اول حاشا انو وريكم كيما كنت وريتكم في الفيديو السابق الخضار افكاري والبرتقال اللي كنت شريتهم من الوطن القبلي وقت اللي قرجته وعملت الجولة افكاري في الاماكن الجميلة كانت فرجته في الفيديو السابق هنا لبنات عندي ايناء يلزمني ننظم الخضار متاعي والغلالة هنا هذا الايناء هو واسع من فخار مزين مزين برشة بش نحط فيه نزين الطاولة بالبرتقال هذاكا ومحليها تبدأ ريحة في الدار ريحة القوارس وحتى المنظر يشهي وهكا تبدو ماشين جايين عليه كل مرة وقت اللي تشتوا تاكلوا وان شاء الله قسمكم في الجنة تعرفوا توها نحنا في فصل اشتاء البرتقال هو بيتامين سي هنا عندي المدنينة زادة بش نحطها يعني نزين الطاولة متاعي نرتب ديما لبنات وقت اللي تقضوا متخلوش خضرتكم او غلتكم في الصشيات متخلوش في الاكياس او الحاجة تنسوها ثاني حاجة تفسدلكم وتخمر كي تنظموها وتخلوها تشم لهوا تبقى فرشكة وما تفسدش يعني ما تتبلش ما تتحطش على بعضها وتفسد كي تبدأ هكا يشمها لهوا تبدأ تصبر اكثر وخاصة انا خليتها البرر اني نحط البرتقال حتى في الفريجيدار عادي جدا ويبدأ لباس عليه خليتها البرر على خطر الدنيا باردة يعني وهي مزلت جديدة يعني تصبر اكثر هنا لبنات تشوفوا في الخضرة متاعي بش نحيلها هكا العواد متاحة هذوكم بش نحيهم بالمقص تستعملوا مقص يكون خير لكم واصلا مع انتا ما يتعبكم مش في متبدوش شدين سكينة تعبوا يديكم حاصل طريقة اسهل وعملية وبنتاخذ لكمش وقت وقت اللي تقصوا بالمقص احسن من السكينة هنا انا الخضرة متاعي هي بجل وجزر ولفت وبروكل وبسباس وبصل حشاكم لكن بش نقص كان اللي يستحقوا ناحية منه العواد هذا اللي عندي انا البلاستيك هذا نحط فيه الخضار متاعي نخلي الخضار لبرة تعرفوا الدنيا باردة توا في فصل الشتاء يعني الخضار متاعكم يسبر تحطوها على برة هنا عملت الجزر وعملت اللفت نحطك الحاجات اللي معانتها اليابسة شوية شدة روحها باحدة بعضهم كيما جاعدين تشوفو هنا وباش نكمل يعني نحط بقية الخضار البنات راهي بالحق الخضرة ما تستحقش بش تحطوها في الفريجي دير بفصل الشتاء يعني حطوه كان الطماطم والفلفل الجزر راوك تحطوه لبرة ما يصير له شيء في الشتاء لكن في الصيف تحطوه في الثلاجة نقولو نحنا ذيك الخضرة وأصلا هنا توا بش نستعملها مدام الدنيا باردة وعندي الخضار يلزمني نستعملها في أقرب وقت يعني ماذا بيها يكون لي استعمالها في طازج خير ما نخلي هاش حتى ننتذبل وكل حتى طعمها يكون بنين هنا الصباح اخذيت منها غسلتها قشرتها وكليتها حبتين من الجزر اخذيتهم والحقيقة بنين برشة وحلوين نودكم ولا نشاهيكم هذيك البروكلو حطيته البسباس وتو حطيت البصل ننظم بش نبعدين نكمل نمسح مانيش بش نوريكم خاطر انا نظفت الكوجينة زادة والكل ان شاء الله مرة اخرى نعمل لكم روتين في الكوجينة متاحي هذيك البصل حطيته غاتيكة بصل الحمر زادة خضيت لبيض وخضيت الحمر هنا صحي يعني نظمت الخضار متاعي ريتو لبنيت حتى كي يبدأ هكيكة راهو يعطيكم فكرة شنوه بش طيب اليوم هذي السلق متاعي توا بش نبدأ نقص فيه كل عادة يعني قسان عادي خشين وإلا جوا جيد عنت جوايد رقيق ما يقلقش عملوه كما تحبوه ولا حقيقة ملجيتش الاسامي الحجم عادي لانه هذيك ديما نقول راهو بش يذوب راي الخضار اي حاجة خضرة كيتحطوها الورق متاع الخضار راهو كيتحطوه على النار راهو ولا على البخار راهو يذبل راهو يسيب المامتاعه ويكميته شوي تو تشوفوا بعدين كي نبدأ نحضر في المرقى متاعي أو المارق تشوفوا كداش الكمية بش تتقلص حجمها بش يولي كاني ما عملتش الكمية هذيك الكل يا لبنات سايي يعني بش أنا عملت قطين من السلق خليت منهم شوية طيب نعريكم بعد ولكن أنا شريت قطين ولحقيقة كيما ديما نقول لكم يا لبنات راهو الخضرة مليش شو نقول لكم راينا نخبي ولكل خطر بنت الخضرة وصحيا إنك تاكلوها في وقتها وقت لي تقصها الطيبة وتاكلها ماذا بيكم ما تشروش كونتية كبيرة يعني ماذا بيكم ما تشروش كمية كبيرة دي ما تشروش اللي تستهلكوه وكهو ما تحطش تعبي ولا يقول لك حط أنا ما ننصحكمش بش تحطو الخضار في الثلاجة يعني راهو ما هو شباهي قصان الخضرة وتصبيرها هذي الورقة ماذا بيكم البنات ما تعملوهاش صحيا ما هو شباهي وتفقد كل القوة اللي فيها ولحديد اللي فيها ماذا بيكم بعد 24 ساعة راهي التمسات حتى أنتم حتى الطعم تشوفوا وقت اللي تقصوها معادش تبدأ كيموهية بفرشكة جربوا قصوا مع دنوس وهو يعني أخذ يعني جديد من القطة متاعه وقصوه شموا ريحت وشوفوا القوام متاعه وشوفوا كيتخلوه في الفريجيدير وقت معنتها أطول كيفاش يفقد الريحة ويفقد النكهة متاعه هناك ما قاعدين تشوفوا بش نغص السلق متاعي حطيت إينا غارق يعني واسع وغارق بش نحط أنا نغص ديما ما نعرشك أني تقرش فيها قبل أي واحدة من اللي بنات تعرفني من فيديوياتي السابقين أنا راني نحط الخل في الخضر متاعي لأنه جفال ما هوش منصوح به حطوا الخل يا لبنات في الخضراء واذكروني هذا كي نظف لكم الخضراء بالجداء أنا هنا الغسلة لو لا نحط فيها الخل ونخلي يشوفوا حتى لون الماكي بش شوية غامق نخليه شوية يتنفخ فيه بش نحليه كالتراب التراب تويهبط القاعم بتاع الطن يعني استغفر الله الإناء هذاك هنا صيغ كملت غصلتها بنفس طريقة مرة واحدة تعمل ونخلوا بعدين تبتوا تصفوا فيه بالماء هنا الخضر متاعي كيف كيف بش نعمل لفت و بش نعمل بصل و سفن نهرية نوريكم بعد هنا بش نجيزة حبيت نوريكم كيفش يعني المراحل متاعها تحذير المرق متاعي أو مرقة الخضراء كي ما نقول لها نحنا البنية في الجنوب منقولوا لهيش مرقة خضراء اسمها طوبيخة يعني جريدية وبتحية للجريدية وأمي جريدية نقولوا طوبيخة الطوبيخة هي مرقة الخضراء اللي جيب السلق والخضار الكل نسموها طوبيخة و نعملوها بالخبز جيب نيات الخبز العربي لحقيقة أنا نحبها برشا والله الريحة في الدار متاع الخضراء فاوحة 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 و ما يفرشكها ما شاء الله نودكم و ننشاهيكم هذا بس بس تحطوا فيها اللي تحبوا يا لبنات أي خضراء عندكم راه يتمشي اللي حاجره بركة ما تحطوهاش في مرقة الخضر هي الكرافس ما تحطوش الكرافس اما بقيه كل شي يجي فيها تماطم بطاطا سفن نارية بصل لفت ايش ما عندكم بس بيس الخضراء كلها جي فيها إلا حاجر بركة ما تعملوش الكرافس خضر الكرافس ما تجي إلى في الجاري هناك كما قاتين تشوفوا قادا نقص في البطاطا متاعي لبنات باش نحضر البصل حطيته تنجرة ضعية على الجاز حطيت البصل باش نشوح معها الدجاج والزيت الدجاج هنا مزلت مفوحتوش نخليها الدوب يبدأ يتقلم على البصل والزيت ونحط معهم قرغ فلفل أحمر شايح الفلفل الشايح راهو يعطي طعم لذيذ لذيذ على الأخر فيه مع السلق السلق وقته تحطوله الفلفل الشايح جربوها الطريقة يالبنات تو تشوفوا قديشها بنينا هنا لبنات بعد ما استقتر السلق متاعي باش نحطه فطا نجرع نبدأ نحط بشوي بشوي هنا الكمية كيما قاعدين تشوفوا فيها يعني الحجم عالي تو تشوفوا بعد شوي كيفاش باش يهبط يذبل هاك السلق هذاك الكل باش نزيد شوية ونبدأ نعستعليه إذا عندي كمية ما أكثر باش نزيد نصبها معناتها في الطنجرة متاعي هنا باش نضيع ملخوا شوية ما باش يتلمني كله في بلاسة واحدة تعرفوا أخر السلق في الصفاي وإلا في الحاجة اللي تحطوا فيها يشد أنا نعملوا شوية ما ونلموا مع بعض من حصلوا تحصيل يعني هناك ما قاعدين تشوفوا هذه السلق متاعي ياذبل ووكل بخار والريحة بنينة ما نحكي لكمش سايب المام تاعه وهذا كتجاج كيف كيف معناتها نودكم ونجهيكم خرجك اللون لبيض محليه وزدت عليهم توا إلا تماطا مكعب تماطا مكعب يا لبنات الخضرة راهي زادة تعطي طعم لذيذ في مرقة الخضرة راهي صحية وراهي بنينة أنا قبل وأنا صغيرة ما كنتش نعرف قيمة الشي هذا الكل الخضار ولكن بعدين وليت نعشق حاجة اسمها ما كده هاك صحية شوية إني ننسى ساعات وإلا جيني بش نقص ونبخل وكده ولكن راهي توا في الشتاء مهم ياسر كل حاجة فيها الخضرة راهي مهمة هو شتاء ولصيف ولكن في الشتاء بطبيعة الواحد يعني بدنه يبدأ محتاج للمناعة ويبدأ يحب يدفى ويبدأ معنتها اللي بدن يقاوم فكل برودة والكل يزم يكون متغذي بشكل صحي وطريقة صحيحة هنا لبنات حاطيت لهريسة العربي تعارك أنا وياخد المغرفة صغيرة حاطيت بها لهريسة العربي راهوا كل واحد شنو المذاق اللي يحب عليه أنا نحط لحقيقة لهريسة انتو ما حطوا حسب الرغبة وحاطيت مغرفة متع أكل أنا نعرفها يعني نحكرها اطماطم معجونة وحاطيت التابل والكروية راس الحانود وحاطيت مغرفة ملعقة صغيرة وحاطيت ملعقة صغيرة فلفل أسود وحاطيت ملعقة فلفل أحمر مرحي وملعقة كوركم صغيرة هنا لبنات استعملت أنا ماز هون من الشوفو ولكن انتو ما متعملوا هاش طريقة دي سخنوا الماء وحلوا بيها اطماطم متاعكم هنا بش نحلهم الكلا مع بعضهم في البارد يعني مش على طنجرة وبيش شوفوك الخضار محلية بعد ما حطيتك سفن نارية واللفت والبطاطا والجزر الجزر هي سفن نارية هيك هوا بصلوا ولفتوا جزر وتوا بش نحط الفور والحمص واللعدس هاكم بتوا تشوفوني كيفاش نحطوا الخضار الكل اللي حصيروا اي خضار عندكم حطوا يا لبنات حطوا ما تخافوش منه راي جيكم بنينة وريحتها وطعم وريحة تبدأ تفحفح ووالله بنينة تو يحبوها ناس الكل راي مش هك الماكلة اللي مفيهاش طعم هذه راي تبدأ عاملها جوب دينياس هنا لبنات حطيت كت البقول متاعي لكل وبيش نصب هاك الفاح اللي فوحته في الخارج الطنجرة اللي هو تماطم وهريسة عربي وفلفل مرحي وفلفل اسود وملح وكركم والتابل والكروية روا والبنات ما نجمش نعطيكم مقادير في الفلفل احمر يعني في البابريكا وإلا في الملح ولا فلفل هيكح لخطر فما ناس ما تحطش برشا انا من هوات الحار نجموا انتم ما ما تاكلوش الحار يعني تعملوا اقل هكيكا انا اعطيكم شنوه يجي شنوه المكونات اللي يتحطوا في الطنجرة متاعكم وانتم الكمية تتحكموا فيها حسب رغبتكم هنا لبنات صاية معناتها غلات الطنجرة متاعي بش نحط المعدنوس حطيت المعدنوس هنا غصلتوا راه المعدنوس يبنن مرجط الخضرة ما عندكمش فكرة ما عندكمش فكرة والمعدنوس روباهي للكلاوي يعني راي الخضار كان مش نحكيكم على كل مكون في هالطنجرة هذي راهي طنجرة غنية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للي بدنمت يعني ننصحكم لبنات طيبوها توا في وقت شته هكا كان زدت عليها الفلفل لبنات هذه هي راهي بالنسبة لي انا نجم ناكلها حتى بلا مغرفة مش بالضرورة بالخبزة هنا لبنات كي دوب ما نطفي عليها نحط لها زيت زيت زيتونة نحب زيت زيتونة يبدأ نفرش كفاه تبدأ الريحة تفحفح نودكم ولا نشاهيكم هنا سيبش نحط طنجرة متى سيطابت على روحها انتم كي يتبو لكم البقول الخضره راهي تطيب فيه ساع في ساع اللي فات طابت لكم البقول راهي البقية تطيب فيه ساع في ساع الجاجة امتاعي دجاجة شوحته من اللون وطاب وهذي مارقة الخضره امتاعي انودكم ولا نشهيكم وانشالله قسمكم في الجنة وانشالله عجبتكم وجربوها وتخلو لي رايكم في التعليقات وتوم قليكم شو نقولكم بسلام يا ناسكونا ان شالله فيديو اليوم من الاعجاب لا تنسوش مش خلو لي رايكم في التعليقات واللايكات والجماعة زادة لا تنسونيش فيها من هنا الغاد نخليكم فوديعة ربي في حفظه وعلى امال اللي قابلكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة مع نصيحة من الروح للروح في امان الله الناسكونا نتقابلوا اذا ربي اعطنا الصحة و لعمره الوقت بطبيعة وان شاء الله